بالنسبة لكلمة لإيلاف من قول الله تعالى في سورة قريش فتقرأ بكسر الهمزة وبعدها ألياء مدية على أنها بدل وكذا يراعى كسر الفاء هكذا لإيلاف قريش وكذا كلمة إيلافهم أيضا بكسر الهمزة وبعدها ألياء مدية هكذا إيلافهم والإيلاف مشتق من الإلف يقال ألف فلان شيئا ما أي تعود عليه وصار عادة له وهذه العادة التي ألفتها قريش وهي رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام للتجارة ويقال والله أعلم أن هذه السورة لها صلة بما قبلها وفي التفسير والقراءات كلام كثير لا يتسع المقام لبسطه والله تعالى أعلى وأعلم